اللي طلب بشكل كبير جداً إنه هو يلعب مباراته في القاهرة وده طلب بناءً عن مين أو على تصريحات مين المهندس يحيقوني رئيس نادي الإسماعيل عشان أحدش يا جماعة يجي يقولك إيه هو ليه الأهل ما بلعبش في الإسماعيلية أتمنى إن السنة دي نخلص من نغمة دي بقى أكتر فريق متضرر إنه ما بلعبش في الإسماعيلية هو النادي الأهل ليه؟ لأنه ما بلعبش في الإسماعيلية المطش بتيقل على أرضه اللي بيقدر من خلاله أو من خلال الأمن في القاهرة والجهات الأمنية إنه هو يحصل على موافقات الأمنية أنه يلعب في القاهرة بالتالي ما بتقدرش حتى لو عندك الموافقات تلعب في القاهرة عشان يقولك تكافؤ فرص وما ما لعبتش مطش هناك في الإسماعيلية فتلعب برضو المطش في بورج العرب زي مطش الإسماعيلية فهنا يا جماعة أهو مش الأهل السبب دي جهات أمنية هي الأدرة بكل الأمور زي دي الإسماعيل بنفسه مسؤوليه تصرحتهم كلهم عايزين نلعب في القاهرة مع الأهل فأهلم بهم الأهل ما عندوش أي مشكلة لو حيلعب طبعا في القاهرة أستاذ الدفاع الجوي طبعا كل الاحترام للجهات الأمنية أين كان قرارهم دي حاجة تخصهم لكن الأهل مش متسبب خالص أو الناس اللي بتحاول تشكك في الأسباب اللي بتؤدي لعدم لعب النادي الأهلي لمبارياته في الإسماعيلية بالمناسبة حتى الآن مفيش موافقات نماتشة لعب في أستاذ كلها حربية فالحد دلوقتي هو في برج العرب مفيش أي جديد بالنسبة لمكان هذه المباراة بين الأهلي والإسماعيلي أو بين الإسماعيلي والأهلي لأنها مباراة النادي الإسماعيلي